طيب في حد بقى سؤال يبدو في لطافة كده السؤال وصلنا بيقول ان هو حد قاله ان هو لازم ينام في نور خافت يعني ايه لازم ينام والنور ايه مطفي لازم لازم يعني واجد لا مش واجد يعني ايه اللي حاصل هو بيقول ان هو الوجود يأثر اتفيدوا الانوار فلازم ايه اللي حاصل انام في الظلم فهو شايف ان يجب عليه ان هو ينام في الظلم وخاصة ان هو يبدو ان هو عنده زي ما هو بيذكر عنده فوبيا من الظلم فهو حد بيقوله انت واجب عليك ان انت لا لا هذا من قبيل الاستحباب وكمان يمكن ان يحمل هذا ان النور هناك كان مرتبط كمان بمسألة عدم موجود الاحتياط في امن البيت ليه؟ لان كانت السرق كانت توقد بالاشعال يعني كانت الانوار في البيوت عبر اشعال المصابيح التي كانت تعتمد على الفتيل اللي ممكن يأتي اي فقر او شيء من هذا القبيل فهو احنا مش موجودين فيعمل يلقي هذا الفتيل فإن يحصل؟ فيشتعل البيت فهي المسألة كلها اه نعم ما ينفع داوت من قبيل كمان عدم اضاعة المال في الاضاءة لكن اذا كان في شخص عنده هذه الفوبيا لا لا يجب عليه انه ينام في الظلام وليس حتى في اضاعة الانوار في حقه تكون من قبيل المكروه بل يكون هذا مباحا لما هو عليه من الحالة وليس واجبا عليه ان يفعل هذا وليس حتى مكروها في حقه ان يضيء الانوار ولكن في نفس الوقت لازم نلتفت ان في الاحوال العادية مش في حالة صاحبنا في الاحوال العادية يجب علينا ان نطفي الانوار من قبيل ايه؟ من قبيل عدم اهدار المال لان رسول الله سلم نهى عن قيلة وقال وكثرت السؤال واضاعة المال يبقى هنا كمان ترك الانوار مضاءة ونحن في حالة النيام التي لن نستفيد بها من الاضواء اذا كنا لسنا من هذا الحال حال صدقنا اه لابد ان احنا نطفي هذه الانوار وينبغى علينا ان نفعل هذا ليه ينبغى علينا لكي لا نقع في نهي رسول الله سلم عن اضاعة المال والمشكلة إلا بقى في اضاعة المال في هذه المرة مش هتبقى اضاعة المال الخاص بس لكن كمان تكلفة كمان الجميع نوع من انواع الاهضار فيبقى يتوجب علينا ونحن عند النوم ان نطفي الانوار ما استطعنا الى ذلك سبيلا ترجمة نانسي قنقر